سفر لبرتغال ومستق جدا من اللي حصل معاه في التعامل عشان ما اخدش مستحقته طريقة مشايان ويعني وهو بصدب تقديم شكوى للفيفا في حالة عدل حصره على مستحقاته الحقيقة ان احنا لازم يكون عندنا قلية للخروج المحترم الشيك نفس القصة برضو مع الجهاز المصري اللي فات الجهاز المساعد لمستر كيروش كابتن ضيا السيد وكابتن محمد شوقي وكابتن عصام الحضر يعني الجهاز المعاون كله كليهم بعض المستحقات اعتقد انها لسه ما تسوتش وبرضو هم عشان ولاد البلد فالدنيا ممكن بيعني الناس بتيجي عليهم شوية وبيستحملوا اكتر من غيرهم وده مقبول بس برضو الصح والطبيعي والمنطقي ان انت وانت بتخلص اتفاقات زي ما انت بتيجي كده وانت بتتفق معايا بتقعد نمضي على العقد ونتفق على بنود واحنا ماشيين لازم البنود دي تتم يعني فكرة فك الارتباط ما بين الجهاز المعاون او ما بين الجهاز الفني وبين الاتحاد المصري كوات القضاء بشكل من اشكال الاحترافية وشكل من اشكال يعني التواضع والتواصل ما بين الناس ما يبقاش فيه فكرة العند بقى وانا طب انا مش هديك فلوسك طب انت الناس كلها زي ما عليك فلو مسألتش فيك محدش هيلومني ومحدش هيتكلم معايا ومحدش هيغلطني لا اذا كان دا بينفع مع المصريين بس مش ينفع مع الاجانب وفيتوريا نبو ازرق يعني فيتوريا مش هيسكت هيفضل وورا فلوسه لغاية لما هياخدها وفي الاخر برضو هياخدها فمش هينبنا من القصة دي غير ان احنا بس هنسوا سمعتنا وهنعمل مشاكل ملهاش اي لازمة ولا طائلة منها فالافضل ان يتم تخليص يعني وانهاء كل الامور المادية المتعلقة في فيتوريا او الجهاز الفني السابق اللي كان مع مستر كيروش والجهاز الفني المعاون اللي كان مع مستر كيروش بشكل من اشكال الاحترام والادب والاحترافية عشان الموضوع ما يبقاش ليه ديول يعني